لم تبقى قوة إقليمية نظامية أو ميليشياوية إلا وأطلت برأسها في العراق الجديد من نسخ الميليشيات إيرانية الولاء إلى عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات وصولا إلى حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية والمسيطر على قضاء سنجار غربي نينوى قرب الحدود مع سوريا عناصر هذه المنظمة الإرهابية الذين يتخذون من سنجار مركزا مهما لعملياتهم المرتبطة عبر الحدود بسوريا يفرضون سيطرتهم وأحكامهم على القضاء بل ويهددون علنا بتفجير الوضع في قضاء سنجار منطلق القوة الذي تتحدث به الميليشيات يخرج من تحالف وثيق مع ميليشيا الحشد التي اتخذت من البككة حليفا وفق توصية إيرانية بحسب تقارير غربية مسربة ما استجد حديثا كانت نبرة التهديد العالية لمسلحي حزب العمال الكردستاني بعد أن أزال الجيش الحكومي تمثالا لقياديهم في الحزب لقي حتفه في غارة أمريكية استهدفت سريعا انتشر عناصر حزب العمال في قضاء سنجار وأقاموا سيطرات على الطرق كما منعوا السكان من العودة إلى مناطقهم وقرأهم وفي المقابل نشرت القوات الحكومية تعزيزات عسكرية في المنطقة تحسبا لوقوع أي تطورات ميدانية عسكريا يبدو سنجار خارج سيطرة الحكومة الحالية المتهمة أصلا بالتغاضي عن انتشار مسلحي حزب العمال الكردستاني هناك لأسيما وأنها تدفع لهم الرواتب بحسب النائب عن محافظة نينوى ماجل سنجالي الذي كشف عن استلام مسلحي حزب العمال الكردستاني الرواتب من الحكومة في بغداد عبر إدخال عناصر الحزب في اللواء الثمانين من ميليشيا الحشد في سردية متناقضة تظهر جزءا من الفوضى العارمة التي يعيشها العراق بعد العام 2003